موسيقى الطريق السريع تيزنيت الداخل والذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية مشروع تنموي هام يروم هيكلة الطريق الوطنية رقم واحد على طول 1055 كم وللوقوف على تقدم الأشغال بهذا المشروع حلت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين بإقليم تيزنيت للإطلاع على المحاور الطرقية المنجزة ضمن هذا المشروع سوف نعود بالآطار الإيجابية على المنطقة وعلى السكان إذن نحن هنا سلطى الضوء على هذا الورش ونرى مع الإخوان تقدم الأشغال بهذا الورش وهذا نحاول نقطعه من البداية حتى النهاية وإن شاء الله رحمه الرحيم على طول مسافة 1055 كم المحور الطرقي التابع لإقليم تيزنيت والممتد على طول 48 كم والذي يضم منشأتين فنيتين بلغت نسبة تقدم الأشغال به 92% تكلفة ديالي وذكرها فقط 10 مليار الدرم نحن اليوم الحمد لله تجاوزنا 72% ديال الأشغال وهذا الزيارة ديال الوفد البرراماني ديال البنيات تحتها الحمد لله هي فرصة باش يطالع على تقدم الأشغال بصفة عامة واليكرهات كذلك ويشوفوا فين وصلت كل مقاطع بالجهة الأربع نحن كنتواجدوا بالمقطع ديال اللي تابع الجهة سوس مساء اللي كيبلغ طوله 48 كم الحمد لله الأشغال انتهت بهذا المقطع ما كيبقى إلا شغال تشوير تشوير العام وديوله فوقي هذه الطريق ستساهم في تقليص مدة التنقل وتسهيل مرور العربات من وإلى الأقاليم الجنوبية للمملكة فضلا عن المساهمة في تنمية السوسيو اقتصادية بجهة سوس مساء